بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عسر المرسلين اليوم إن شاء الله نكمل شابتر 4 نشوف نقطع 8 الأخير نشوف رينالد نمبر transition from laminar to turbulent flow depend on الجيومتري طبعا الجيومتري قلنا إذا كان عندنا هذي هل هو على شكل rectangular ولا pipe ولا أي نوع والservice roughness اللي هو الخشونة تبع الأسطوح هنا flow velocity سرعة كامل كبيرة من يصغير والservice temperature TS والtype of fluid هل هو زيت هل هو liquid metal هل هو هوا the flow regime الرجم هنا قصدنا بها هل هو laminar and turbulent depend mainly on the ratio of inertia force to viscous force هذي نسبة ما بين نسميها رينالد نمبر وهو dimensionless parameter الانيرشا force هي رو في سكوار رو فرعل الفيسكوس فورس هي ميو في على L سكوار نختصر ال L هنا مع ال L يبدأ عندنا ال V velocity اللي هي للهواء عندهنا لل fluid flow والميو نيو هنا هي دايناميك فسكوس T وال L سي هي characteristic length of star geometry كمان تعتمد على الجومتري زي ما قلنا هنا اذا صار عندي كمان ممكن نحطها رو على ميو ليش لانه نيو اصلا تساوي ميو على رو لان طلع لنا رو الفور طب لما يكون عندي رينالد نمبر كبير ايش يعني هذا يعني انه الانيرشا force نحن نعرف انها proportional to V square لان السرعة هنا حتكون مربعة حتكون كبيرة والdensity كمان R large relative to إذا كانت كبيرة بالنسبة للViscus force كبيرة بالنسبة للViscus force and thus Viscus force can't cannot prevent random and rapid fluctuation في هذه الحالة تكون Viscus force هذه لا تستطيع انها تمنع الانيرشا force من ان تكون الحركة عشوائية وانها تكون التغير في التغير السريع للسرعة في هذا النوع من الفلو نسميها الريجم هذا نسميها تيربيلات اما لما يكون الرينولز نمبر قليل او يعني متوسط moderate The Viscus force are large enough تكون الفيسكوس force هذه كبيرة بما في الكبارة بحيث انها ممكن انها تمنع او تحذف اللي هي fluctuation التغير في السرعة او تقلب السرعة وتخلي flood flow على شكل خط على شكل streamline هذا النوع نسميه laminar طب الرينولز نمبر هذا نحن نقول laminar ونقول turbulent طب متى ينتقل الى ينتقل من هنا الى هنا نقول critical الرينولز نمبر R.E. critical الرينولز نمبر at which the flow become turbulent كان laminar التحول الى turbulent الرينولز نمبر is different for different geometries and flow condition طبعا تعتمد على الجومتري هل انت عندك flow in ducts ولا pipe ولا external ولا internal flow والflow condition كمان تعتمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر